أعلن مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد عمار وليد الخياط تنفيذ المشروع الوطني لاستبدال اللوحات القديمة للمركبات والخصوص والأجرى والحمل باللوحات الجديدة الألمانية وقال الخياط إن المديرية تباشرت في الأيام القليلة الماضية من خلال الدوائر والمواقع التابعة لها تخصص أرقام جديدة لأصحاب المركبات التي تحمل اللوحات القديمة ليتم بعد ذلك استبدالها باللوحات الجديدة الألمانية مشيرا إلى أن الإجراء يأتي في سياق الخطوات التي تتخذها المديرية في تنفيذ مراحل المشروع الوطنية